هكذا بدى فجر الجمعة الثالثة من شهر رمضان تكبيرات وهتافات منددة بالاحتلال ومتمسكة بالأقصى رددها الشبان فور انتهاء الصلاة وسط تأهب قوات الاحتلال يسعى الاحتلال إلى تكريس واقع التقسيم الزمني والمكاني للأقصى وتفريغه من الفلسطينيين بواسطة اقتحاماته المتكررة لكن الارتباط الفلسطيني بهذا المكان المقدس أوثق من أي قوة حسب الأحداث التي صارت قلنا احتمال لا يدخلناش بس الحمد لله رب العالمين أصرنا أن ندخل ودخلنا الحمد لله برادة الله كثير كثير مبسوطين والله الحمد لله من حسب الطمأنين والأمام بالنسبة للمسجد الأقصى هو إلنا رمز، هو جوهر الصراع، هو كبلة المسلمين الأولى في طريقهم إلى الأقصى يواجه المصلون قوات الاحتلال المدججة والحواجزة حيث تم نشر أكثر من ألفي شرطي في أنحاء البلدة القديمة عملهم بضغطوا على المواصلين، يعني صلاة التروية، على الفجر بحاولوا أنهم العالم تضل بعد الصلاة ما بيخلوا كمان الدخول برضو الصبح صعب يعني بشدد عملهم حالياً اليوم الجمعة طرق شوي سعبة وفي تسكيرات كتير إذا رمنا بكتب إلينا شهادة في البيت المقدس بكون هذا أكبر رضا إذا إحنا يعني الخوف هذا إشي معدوم يعني يعني القضية إنهم الواحد فيه عنده طاع وهذا شهر طاعات، مش شهر يعني لا حرب ولا قتال مشاهد موجعة تابعها الفلسطينيون للاعتداءات على الأقصى والمصلين خلال الأيام الأخيرة اليوم وبعد انتهاء صلاة الجمعة التي أداها نحو 130 ألف مصل اختصر الشباب الغاضب كلمته برفع علم فلسطين ورايات المقاومة من باحاته هنأم حميد القدس المحتلة الميادين ترجمة نانسي قنقر